يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الشرك من المفسدات في المجتمع المسلم وهل هو مفتاح للفرقة والتناحر بلا شك الشرك مفسد في المجتمع المسلم ما يصلح المجتمع المسلم إلا التوحيد إذا صار فيه مشركون حصل الخلاف وحصل الشقاق والنزاع وتفرق المجتمع وتفرقت الكلمة فأعظم ما يحسد المجتمعات هو الشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقولون لا تنهون عن الشرك لا تطرون العقائد لا تعرضوا العقائد للناس لا تذكرون التوحيد تنفرون الناس وهم دعاة ينتسبون للدعوة ويقولون التوحيد لا تذكرونها نفر الناس أجل وش ندعوهم إليه ما صلنا ما ندعوهم للتوحيد وش ندعوهم إليه ما بقي شيء يجب التنبؤ لهذا نعم ترجمة نانسي قنقر